وضع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو ظهوراً في موقع الهجوم بالسيارة المفخخة الذي استهدف قافلة عسكرية الهجوم الذي وقع في أنقرة خلف 28 قتيلاً وأضراراً بالغة لحقت بالمباني المجاورة من جهة أخرى عمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى زيارة المصابين متهماً حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب للمقاتلين الأكراد السوريين بالتخطيط للتفجير الأمر الذي نفاه جملة وتفصيلة رئيس الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم قائلاً إن تركيا تحاول إيجاد الذرائع لتصعيد القتال في الشمال السورية وبعد عامين من وقف إطلاق النار استؤنفت المواجهات الدامية صيف عام 2015 بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا